يا سباة خير على كل مشاهدي شبكة انتي ان نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد على كل اللي بي تابعونا وكل يوم جديد بيبقى في حدث سياسي جديد في الشارع المصري اخرها سلسلة من الاستقالات داخل جامعة الاخوان المسلمين بعد ترشحهم للشاطر كمرشح للغاية الجمهورية طبعا تساؤلات كتيرة جدا ممكن تكون دايرة في ازهالنا دلوقتي وفي اخبار كتيرة جدا تانية معينا النهاردة انا ايشها بس اصبح على زمايدي صباح خير عشر صباح خير صباح خير صباح خير صباح خير لكل المشاهدين على اللاي في شبكة انتي ام في كل حتة في الدنيا واحد ابريل 2012 يا رب يبقى بداية بداية جديدة علينا كلنا وبداية على شعب المصري بالخير لكن مفاجئة الموسم اللي اتكلمت عنها ميه انه امبارح لاخوان المسلمين رشحوا بشكل رسمي خيرة الشاطر لرئاسة الجمهورية ده تدعياته ايه بقى محدش لسه عارب لكن هم قالوا في بيانهم ان هم مستعدين الجماعة متحملة كل التبعات ده ما بين قصين معنى كده التبعات ايه علاقة ده بالمجلس العسكري ايه هنتكلم في كل الاخبار النهاردة فقرة الصحافة كالعادة مع دكتور رفا طياد مدير تحيير الاخبار اليوم في اول فقرة معي صباح الخير ميه صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل احداث كتيرة زي ما زميلي قالوا وعشان كده النهاردة واحد اربعة يوم الاحد 2012 حنبقى بنتكلم في الفقرات عن الاحداث اللي بتحصل في مصر عن مثلا رئاسة الجمهورية او الترشع على رئاسة الجمهورية معلن الاستاذ محمد امين المصري رئيس القسم الدبلوماسي بالاهرام وانتخابات الرئاسة وعندنا حاجة خاصة بالدستور المصري مع الدكتور ثروة بدوي استاذ القانون الدستوري والاداري فقرة عن تأسيسية الدستوري يلا عربنا يا استوار وعندنا زي كل اسبوع فقرة عن كتاب والكتاب الاسبوع ده وكتاب حاسب الكنبة للكاتب باستاذ عزة امين ويعني اعتقد كلنا عارفين حاسب الكنبة ده مصطلح طلع امتى وبيدل على ايه وايه دلالته حيدايق بعض الناس بس معايش يستحملونا النهار ومناسبة بس كمان ان احنا في اول ابريل بنحب نفكر الناس النهاردة اليوم العالمي دي اليتيم يا رب كل يتيم نقدر نقف جنبه على قد ما نقدر لانه ده يعني انا بقول ده لان احنا في اول ابريل وده بداية شهر جديد فياديك كلنا نفتكر ده لكن احنا يكون كمان معانا فقرة عن الانتخابات الرئاسية وتصويت المصريين في الخارج هيكون ما شرفنا مستاذ محمد امين المصري رئيس القسم الدفر باس باهرام اليوم هنتكلم عن كيف سيتم انتخاب طريق الناس برا مصر لانه لغاية دلوقتي مش اكتر من حوالي خمسمائة الف بس هما اللي هيصوت هنشوف الدنيا فيها ايه عن الكلمات بالتفصيل مشاهدي نهارك سعيد متتفاجقوش ومتزعلوش متتدايقوش لما تعرفوا ان مصر عليها دين 1337 مليار جنيه مصري ديون داخلية وخارجية هيدور ضفنا النهاردة هيكون بنتكلم معاه عن ديون مصر ومشاكل الديون مصر مع استاذ الدكتور صراح جودة مدير مركز دراسات الاقتصادية وديون مصر الداخلية والخارجية والبحث عن طوق النجاح يا ترى حيبقى فيه طوق نجاح بعد ما يبقى فيه رئيس جمهورية؟ انت متخيل رقم اللي قلت وده الاول يخد ديه ممكن يسبب تواطر عامل ازاي؟ بس ما تنسوش ان كل بلاد العالم عندها ديون يعني امريكا اللي هي قارة باب عندها دين كتير لا احيان المفاجأة لحنا ديواجي عايزين نستلف من صندوق النبط الدولي تقاتي ما تصل اثنين من عشرة اه ما زلنا تبقى اه يعني اما بيبقى فيه وضع اقتصادي متوتر في بلد اكيد اول ما بتسمع عليها ديون قد ايه سواء داخلية خارجية ما بقيتش تفرق بقيت بتتوتر اكتر بس يعني ربنا ان شاء الله اتمنى ان احنا بعد ما يبقى فيه عندنا رئيس جمهورية نلاقي فلوس مضطرت مثلا من السماء ولا حاجة ولا ايه ولا حنشتغل ربنا عزتر اصلاف بس نوصل على خير لرئيس جمهورية خلونا يا مشاهدينا نبتدي فقراتنا بعد الفصل تفاقط الصحافة على طول تابعون شكرا